السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشوفوا فيه مع بعدياتنا طريقة عمل هالدرس هذا درس بسيط جدا ويعني طريقة العمل دياله سهلة بزاف كي تخدم بالدرس ديال الواحد واللي دوين انكم ممكن تحكموا في الحجم ممكن انكم تخدموا على جوج او ثلاثة كيف ما خدمت معاكم انا الان اخر درس مخدم غير على جوج ممكن تديروا كذلك على ربعة خمسة يعني كل وحدة تخدم على الحجم المناسب لها فاول حاجة غادي نديروها وهي غانتبت الخيط في التوب هنا هذا الحرير ديال السابرة العادي مبروم على ثلاثة ديال الشعرات ورقم البراء ستة او خمسة يعني انا هنا خدامه بالستة ممكن تخدمه بالخمسة يعني كل وحدة تخدم بالرقم المناسب لها المهم كتهبط الخيط اللي تحت وكتراجعي في هاد الغرزة وتلوي ثلاثة ديال اللويات كتجر الخيط الفوق مزيان وتحاول تهبطي هاد الدرس بهذا الشكل الخيط تيكون الفوق كتراجعي ما بين هادو كجوجة الغرازي اللي في التوب ما بيناتهم وكتديري واحد الغرزة بهذا الشكل هادا هو الدرس ديال الواحد بالغرزة من بعد كتراجعي للتوب وكتديري واحد الغرزة بهذا الشكل هتهبطي الخيط التحت وتراجعي في هاد الراس ديال هاد الدرس ديال الواحد وهنا مباشرة غادة تبدي تلوي ثلاثة ديال اللويات مباشرة اتشيلي زوين في هاد الدرس يعني كتخدمي مباشرة ما كتبقيش تديري واحد الغرزة وتعاودي تراجعي فيها المهم غادي تجري الخيط زيان وتخلي الخيط الفوق وتعاودي تراجعي في هاد الغرزة هادي وتديري الدرس ديال الواحد بهذا الشكل هنا حاولو انكم تجروه اللورم زيان باش يقدر يجيكم هادا الدرس زوين الان غادي نحبك على هاد الخيط هادا اللي تباليكم صغير هنايا هو اللي غادي نحبك عليه ربعات ديال الحبكات طبيعة الحال هنا غا تخدموا عينكم ميزانكم ماشي ضروري انكم تديروا نفس الارقام اللي انا درت غير تقريبيا غا نعطيكم ربعات ديال الحبكات غا تطلعي الخيط الفوق وتهطي التوب وتديري غرزة لاحظوا معايا مزيان اللي بغا تحبس عند هاد الحد هادا وتعتبره درس ممكن حيث كله وحده والدرس فاش غادي تخدمه واللي بغا تتكمل ترجع تكمل مهم هنا كاتعاودي ترجعي في هادا الدرس ديال الواحد وتلوي ثلاثة اللويات وتطلعي البراغ بهذا الشكل وتحاولي انك تجري الخيط مزيان هنا كما قد لكم حاولي انك تتجري الخيط بهذا الشكل مهم هنا ده بارا الخيط الفوق وتعاودي ترجعي في هاد الغرزة هنا احاولوا انكم تقادوا هاد درس ديال واحد بش يجيبين ويجي المنظر ديالو زوين ده بغا تحبطي الخيط التحت وترجعي تتحبكي على هاد القوس هادا او الخيط واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة والسبعة من الافضل انكم تديروا السبعة حيث انا الدرس التاني مدرتش فيه السبعة ومجاش زوين بحال الدرس اللوي عادة رجعت من بعد كملت كل شي خدمت فيهم سبعة ديال الحبكات في هاد الدرس هذا طبي الحال عينكم ميزانكم ولكن الى من الافضل تصيروا بارقع مضبوطة باش يجيكم الدرس كامل بحال بحال هنا كتعاودي ترجعي وتديري نفس العملية كتلوي ثلاثة اللويات وتطلعي البراغ فوق وكتديري هاد الدرس ديال الواحد في الراس فقط يعني هذا هو الشكل كتخلي الخيط الفوق وترجعي في هاد الغرزة هادي وتعاودي تخدمي عليها هاد الدرس ساهل بزاف وبسيط خاصة الاخوات المتدئات إذا خدمتو هاد الدرس يعني غادي يجيكم ساهل بزاف اخر حاجة غادي نديروها وهي هاد الحبكة هادي هنا دا الجوج وغادي نكمل ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود وعشرة هنا خدمت عشرة ديال الحبكات هاتخلي الخيط الفوق وترجعي ديال غرزة بهاد الشكل فهدا هو الدريس ديالنا وما انا غادي نحبس عند هاد الحد هاد اللي بغادي تزيد قوس اخر فراه ممكن كل وحدة ديال العدد اللي بغاديت والحجم المناسب للخدمة ديالها اللي هي خدمة فيها دا بغادي تزيدي واحد الغرزة وتبدي الدرس الجديد ديالك تهبط الخيط التحت كنحاول ركز على الاتجاهات ديال الخيط باش يلا كانت خدامة معايا وحدة اللي يالله بدات تعرف الفرق ما بين الغرزة والحبكة هناك تطلع الخيط الفوق وترجعي تديري غرزة على هاد الدرس ديال الواحد بهاد الشكل دا بغا تطلع الخيط الفوق وترجعي وتديري واحد الغرزة في التوب بهاد الشكل والان غادي نرجع ثلاثة ديال لويات بهاد الشكل ونطلع البراء الفوق هناك تحاولي تزايري يعني شوية الخدمة وده بنخليه الخيط الفوق ونرجعه نديروا واحد الغريزة بهاد الشكل هنا هتلاحظوا معايا انني ما نديرش نفس الارقام غير في الوسطاني في القوس اللي يجا في الوسط في البداية كتبدي بربعة ديال الغرزات وربعة الحبكات واحد جوج ثلاثة وربعة الآن غادي نهبط هنا وغادي نخدم غرزة نتبت بها الخدمة مباشرة من بعد غادي نطلع الخيط لتحت وترجعي في هذا الراس وتلوي ثلاثة تلويات مباشرة كنديروا الدرس ديال الواحد بهاد الشكل كتخلي الخيط الفوق وترجعي تديري غرزة من بعد غادي نهبطوا الخيط لتحت ونرجعو نخدموا الحبكة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هنا خدمت غير خمسات الحبكات وما جاوشوا زوينين صراحة من الأفضل ديروا سبعة دي الحبكات كيف مدرت في اللول ولده بغت ديره غرزة عادي بهذا الشكل هتراجعي لهذا الراس هذا وتلوي ثلاثة اللويات وتطلعي البراء الفوق بهذا الشكل هتخلي الخيط الفوق وتراجعي في هاد الغرزة وتديري واحد الغرزة في هاد الراس حاولوا أنكم تزدوا ليدكم الفوق باش تتبتوا هادك الراس مزيان وذا بغت تحبكي هنا غندير عشرة دي الحبكات بهذا الشكل يعني غتها بطيح تتكمل عشرة دي الحبكات ودابا لاحظوا معيه مزيان غادي نزيد هذه الحبكة العاشرة نطلع الخيط الفوق ورجع ندير واحد الغرزة هنا يفتوب هاد الشكل فهذا هو الشكل دي الدرس دياننا ديال هاد النهار درس بسيط وخفيف يعني مناسب الجلابة القفطان يعني تكشيل نجوم محتامين فيه فشكرا للمشاهدة وما تنسوش بالنسبة لناس اللي تسولوا للصفحة ديال فيسبوك فهذا غادي نتلقاو رابط ديالها أسفل الفيديو في صندوق الوصف أتلقاو الرابط ديال فيسبوك وكذلك ديال انستغرام بالنسبة لفيسبوك فيه نفس الفيديوهات اللي كاينين هنا في يوتيوب كاينين في فيسبوك نفسهم غير القدام ما غاديش يكونوا موهيم شكرا للمشاهدة